إذن تتميز العلاقات السنائية بين مصر ورواندا بتطور في كافة المجالات خاصة المجالات الاقتصادية حيث يشهد التبادل التجاري ما بين البلدين تطورا ملحوظا كما تتعاون مصر ورواندا في مجالات الرأي وحماية نهر النيل وتطهيره بدول حوض النيل من خلال تقديم الخبرة الفنية والمعونة المادية علاقات اقتصادية متميزة تجمع بين مصر ورواندا خاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسة المسئولية الذي حرص على تعزيز العلاقات المصرية ليس مع رواندا فقط ولكن مع كافة الدول الإفريقية رواندا تعد من الدول التي طبقت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100% وتشهد المنتجات المصرية رواجا متزايدا بالسوق الرواندية كالمنتجات الجلدية والأثاث خاصة في ظل إقامة معارض المنتجات المصنوعة في مصر في السوق الرواندية قيمة الصادرات المصرية لرواندا بلغت عام 2015 64 مليون دولار بينما بلغت قيمة الصادرات الرواندية لمصر 2014 نحو 30 مليون دولار ويتم العمل نحو توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتتركز أهم صادرات رواندا لمصر في منتجات الشاي والقهوة والأنناس حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا بلغ 23.4 مليون دولار 2018 مقابل 16.93 مليون دولار 2017 ذلك وفقاً لتقرير إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري في عام 2017 شهدت سوق الإنشاءات والعقارات في رواندا دخول تسع شركات مصرية انضمت للسوق تحت مضلة جمعية التجارة بين رواندا ومصر بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواندا والتي تقدم حلولاً ومشروعات في مجال العقارات والإنشاءات وتوفير مواد البناء بأسعار مناسبة للسوق الرواندي كما تتعاون مصر ورواندا في مجال الري مستفيدين بخبرة هما حيث حرصت مصر دائماً على المشاركة الفعالة في كافة مشروعات الري وتوليد القوى وحماية نهر النيل وتطهيره بدول حوض النيل من خلال تقديم الخبرة الفنية والمعونة المادية تجمع البلدان العديد من الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرة التفاهم لتؤكد مصر قوتها وريادتها في دعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها في شتى المجالات ترجمة نانسي قنقر